اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بنبدأ نقول مع بعض هو بيقوم بعملية التوزيع يبقى التوزيع المادي هو كافة الانشطة المتصلة بحركة المنتجات اثناء انتقالها من المنتج المستهلك وتكلمنا على انشطة التوزيع المادي وقلنا انشطة التوزيع المادي اربع انشطة منهم اول نشاط من انشطة التوزيع المادي المناولة تاني نشاط كان النقل التالت كان التخزين الرابع كان مراقبة المخزون ولو تفتكروا كده وقلنا المناولة هي اللينا بختار وسائل مناولة مناسبة لنقل الاصناف داخل المنظمة وقلنا من اهم وسائل المناولة لو تفتكروا قلنا المحاولات والاوناش واروافع وعربيات النقل وقلنا مع بعض فيه سؤال مهم أو في النقل وقلنا ما هي أنماط النقل إزاي أنا بقوم بعملية نقل السلعة من مكان انتاجها لمكان استهلاكها يعني من المنتج للمستهلك قلنا وسائل النقل المتعددة بتتمثل فيه أول حاجة السكة الحديد بعد كده بعدها بيوقف عندي النقل المائي بعدها النقل الجوي بعدها النقل البعي بعد كده النقل بالأنبيب يبقى دي كانت أهم أنماط النقل أو وسائل النقل لو نفتكر مع بعض قلنا فيه سؤال مهم أو بيجيلي على طول في صحة وغلط أو مصالح علمي قلنا فيه نقلين نقل مائي ونقل جوي النقل المائي أنا كشخص بنقل السلعة بتاعتي أفضل نقل مائي ولا نقل جوي قلنا الاختلاف بينهم أن النقل المائي بتكون تكلفته أقل ولكنه بطيء لو معي سلعة وعايز نقلها عبر السفن بتبقى التكلفة ليلة لكن بطيء أما النقل الجوي قلنا النقل الجوي بيكون أسرع لكن تكلفته أعلى يبقى كده أصبح عندي فيه اختلاف ما بين نقل مائي ونقل الجوي طب إيه هي الحالات اللي بنقل فيها بالأنابيب قلنا مع بعض الحالات التي يتم فيها النقل بالأنابيب لو تفتكروا قلنا البترول الفحم بعد طحنه ثم خلطه بالماء الزيوت الغاز الطبيعي كل دي حالات بنقل فيها ب حالات يتم فيها النقل بالأنابيب بعد كده دخلنا على موضوع تاني قلنا التخزين وإن موقع التخزين وترتيبه من الداخل بيؤثر على كفاءة عملية التخزين يبقى لو جاني السؤال وحلناها من ضمن الأسئلة لحلناها قلنا لا يؤثر موقع المخازن وترتيبه من الداخل على كفاءة عملية التخزين قلنا لا بيؤثر موقع المخازن وترتيبها من الداخل على كفاءة عملية التخزين طب المخازن دي هل مهم عندي قلنا آه التخزين ده مهم عندي طب صنفنا المخازن لكم نوع صنفنا المخازن لتلات أنواع أول نوع من المخازن كانت مخازن إنتاج التانية كانت مخازن توزيع التالتة كانت مخازن أوتوماتيكية وقلنا مخازن أوتوماتيكية ده بستخدم الكمبيوتر في إنشاء نوع من المخازن ده اللي احنا استعرضناها الحصة الفاتتة أو الحلقة اللي فاتت كلمنا فيها على التوزيع المادي وإزيانا بوزع وإنشطة التوزيع المادي وإفنا لغاية التخزين وأنواع المخازن تعالي نكمل النهاردة مع بعض جزء في التخزين ونقول كده ببساطة قوي لو أنا خزنت السلعة السلعة دي مخزينها عندي وما فيش متابعة وما فيش مرابعة التخزين ما هي نتائج عدم رابط المخزون أنا كشخص كده عمل أخزن السلعة في المخزين بتاعتي وما فيش متابعة من عندي خالص لعملية التخزين دي إيه اللي عاي يحصل قلنا نتائج عدم رابط المخزون بيكون في حاجتين بتكون هناك أخطار تتعرض لها المنشأ نتيجة الزيادة المخزون وهناك أخطار تتعرض لها المنشأة نتيجة نقص المخزون يبقى أنا كده نتيجة عدم رابط المخزون بيصل عندي كم خطر اتنين في أخطار تعرض لها المنشأة نتيجة الزيادة ونتيجة النقص يعني يا ميستر كلام ده يعني أنا دلوقتي لو عند المكان ده وعمل أخزن في البضاعة خزن في البضاعة خزن في البضاعة فجأة لديت البضاعة عندك كتير زادت ايه المشكلة في كده؟ طب لو عملا أخزن وفجأة ما لقيتش في بضاع عندي في المخازن ايه المشكلة؟ نشوف مع بعض ما هي الأخطار التي تتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون لو بصينا كده على ناقي بيقول لي نتائج عدم رابط المخزون هقول له أولا الأخطار التي تتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون أو الأخطار التي تتعرض لها المنشأة نتيجة ناقص المخزون أول حاجة الأخطار التي تتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون ايه؟ لو المخزون زاد عندي هيبقى أول حاجة رأس مال عاطل يعني يا رأس مال عاطل يعني أنا عملا أجيب بضاعة والبضاعة دي أحطها في المخازن مش مستفيد بفلوسها يبقى كده رأس مال بتاعي عاطل اتنين ارتفاع تكليف منولة الأصناف تكلفة المنولة بتاعتها تزيد ثلاثة احتمال انخفاض الأسعار والخسائر بمعنى اللي أنا دلوقتي أعمل أخزن البضاعة على أمل الأسعار تعلق فجأة لاقي الأسعار نزلت يبقى أنا كده حققت اخسارة حاجة تانية ظهور إدارة المنشأة بمظهر الإصراف أمام العاملين يبقى دي الأخطار التي تعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون أربع أخطار اللي هم رأس مال عاطل ارتفاع تكليف منولة الأصناف احتمال انخفاض الأسعار وبالتالي ما تنخفض الأسعار هيحصل عندي اخسارة ظهور إدارة المنشأة بمظهر الإصراف أمام العاملين طب الأخطار التي تعرض لها المنشأة نتيجة نقص المخزون لو المخزون بقى قل إيه اللي هيحصل وإيه المشكلة عندي أول مشكلة عدم القدرة على ردى العملاء ما طبيعي المخزن بتاعي فاضي فالعميل جاي عايز السلعة السلعة مش موجودة فبقول لده ما فيش وده ما فيش وده ما فيش يبقى كده أصبح عندي في مشكلة أن العميل مش راضي على المنشأة بتاعتي أو أنا مش قادر أشبع احتياجات العميل احتمال دفع أتمان علي عند الشراء ما قول ما فيش بضاعة عندي فأنا عايز أملى المخزن بتاعي وعايز يبقى عندي بضاعة فبالتالي بجيب البضاعة بسعر عالي فاحتمال دفع أتمان علي عند الشراء زيادة تكليف النقل وزيادة تكليف وعبء الأعمال الحسابية يبقى أنا كده فيه أخطار عندي تعرض لها المنشأة نتيجة نقص المخزون وأخطار تعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون يبقى احنا بكل بساطة السؤال لو جالي وقال لي ما هي نتائج عدم رابط المخزون أقول له نتائج عدم رابط المخزون أولا هناك أخطار تتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون وقول له ايه هم الأربع أخطار ثانيا هناك أخطار تعرض لها المنشأة نتيجة نقص المخزون طب لو سألني في الامتحان وقال لي ما هي الأخطار نتيجة زيادة المخزون يبقى اكتب له الأخطار تعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون بس ما تعرضش ليه نقص المخزون يبقى كده دي نتائج عدم رابط المخزون بيحصل عند خطرين إما المخزون يزيد فبيكون فيه أخطار أو المخزون يقل اللي بتكون فيه أخطار تانية بعد كده نبص على موضوع تاني ما هي أبعاد الرقابة المخزنية اللي يتعدد أبعاد الرقابة على المخزون من الأصناف المختلفة وأهم تلك الأبعاد تتمثل فيه واحد الرقابة على مستويات المخزون يبقى أول بعض من أبعاد الرقابة المخزنية هي الرقابة على مستويات المخزون ورقابة على مستويات المخزون بتناول ثلاث مستويات أول مستوى الحد الأدنى للمخزون أو بسميه الاحتياطي لابد أنا عندي في المخازن يكون فيه حد أدنى اللي بيكون الاحتياطي موجود اتنين نقطة إعادة الطلب الحد الأقصى للمخزون يبقى ما يقول لي الرقابة على مستويات المخزون أتكلم عنها أقول له تناول ثلاث مستويات حد أدنى وحد أقصى ونقطة إعادة الطلب حد أدنى للمخزون وحد أقصى للمخزون قلنا الحد الأدنى اللي هو بيتمثل فيه احتياطي المخزون ده أول بعد من أبعاد الرقابة المخزنية اللي هي الرقابة على مستويات المخزون طب البعد الثاني البعد الثاني هو الرقابة على تكلفة المخزون يبقى أنا كده أول بعد كان رقابة على المخزون الثاني رقابة على تكلفة المخزون وتتضمن عناصر أول عنصر من عناصر تكلفة رقابة تكلفة المخزون النقل تاني عنصر الضرائب تالت عنصر التأمين أربعة الاستهلاك خمسة تكلفة المنولة ستة التسهيلات المخزنية سبعة الفوائد على الأموال المربوطة في المخازن يبقى احنا كده ده البعد التاني من أبعاد عملية الرقابة المخزنية يجي يقول لي سؤال تاني ما هي طرق صرف المخزون للوسطاء ازاي انا بصرف المخزون اللي عندي للوسيط الوسيط اذا كان تاجر جملة او وكيل او تاجر تجزئة طريقة الصرف عندي فيه تلت طرق اول طريقة اسمها طريقة الوارد اولا صادر اولا بمعنى ايه الوارد اولا صادر اولا يعني انا المنتج اللي بيجي لي اول حاجة هو اللي ابدأ اطلعه اول حاجة يبقى الوارد اولا صادر اولا الطرق التانية طريقة الوارد اخيرا صادر اولا الطرق التالتة طريقة السعر المرجح وطريقة السعر المرجح لها قانون بجيبه بيها اللي هو سعر الرصيد زائد سعر الوارد على كمية الرصيد زائد كمية الوارد وطبعا دي ما فيهاش مسألة بس انا بفهم ازاي بجيب طريقة السعر المرجح بشوف سعر الرصيد بتاعت ايه زائد سعر الورد اللي جالي على كمية الرصيد زائد كمية الورد بعد كده بروح لسه في جزء بتاعت التخزين بقول ما هي خطوات العمل التي تقوم بها المخازن الحديثة الخاصة بتجارة الجملة خطوات العمل اللي بتقوم بها المخازن الحديثة اللي بتكون خاصة بتجارة الجملة اول خطوة بتعملها بتقوم بعملية تبدأ بعملية التخزين ازاي بوصول البضاعة الى مكان التسليم اتنين بتقوم بنقل السلع الى المكان المخصص تلاتة تجميع اوامر الشراء في مكان معين وبتقوم بعملية اللف والحزم اربعة الارسال الى المكان المخصص للشحن في المنشآت يبقى دي خطوات العمل اللي بتقوم بها المخازن الحديثة الخاصة بتجارة الجملة طب بيقول لي كيف يتم تقديم الخدمات لتجارة تجزئة والمستهلكين ازاي انا بقدم خدمات لتجارة تجارة الجملة والمستهلكين بقدم خدمات اللي يقوم العديد من الوسطاء بالنيابة عن المنتجين بتقديم خدمات ما بعد البيع لمين للمشتري زي الاصلاح والصيانة وتساعد على اتمام العملية البيعية زي ما انا بروح اجيب سلعة والسلعة بيكون عليها ضمان سنة اتنين خمسة فدي بتبقى عملية اصلاح وصيانة السلعة ده بيشجع العميل اللي هو يشترى السلعة لو انا حبيت اجيب جهاز والجهاز عليه ضمان بيشجعني عن جهاز مع لهوش ضمان فبقى دي خدمة بيقوم بيها تجارة تجزئة للمستهلكين التنظيم الداخلي للمخازن هل التنظيم الداخلي مهم للمخازن قلنا التنظيم الداخلي له اثر هام على عملية التخزين وعلى حركة السلع سواء من حيث مناولاتها او نقلها الداخلي اللي هو اتطلب التنظيم العلمي اتخاذ التدبيرات اللازمة يبقى كده احنا اتكلمنا على موضوع التخزين وخدنا بعض النقط اللي ممكن يتعرض فيها في عملية التخزين التخزين ده من ضمن انشطة التوزيع المادي اما احنا قلنا انشطة التوزيع المادي قلنا المناولة والنقل وقلنا التخزين خدنا التخزين ايه هو له اثر مهم على عملية التخزين بيكون ترتيب المخازن من الداخل تؤثر على عملية التخزين قلنا مع بعض المخازن تصنف لتلات انواع مخازن انتاج ومخازن توزيع ومخازن اوتوماتيكية قلنا لانا باستخدم مخازن عمومية وهي خدمات المخازن العمومية واسباب استخدام المخازن العمومية والنهاردة مع بعض اتكلمنا على نتائج عدم رابط المخزون وده سؤال مهم قوي ما يقول لي نتائج عدم رابط المخزون اقول لهناك اختار تعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون واختار تعرض لها المنشأة نتيجة نقص المخزون ونتيجة الزيادة لو تفتكروا قلنا رأس مال عاطل ارتفاع تكلفة المنولة واظهار ادارة المنشأة بمظهر الاسراف امام العاملين ولها اختار تعرض لها نتيجة نقص المخزون وهي عدم رضا العملاء واحتمال دفع أتمان علي عند الشراء وارتفاع تكلفة النقل وتكلمنا على التنظيم الداخلي للمخازن وخدت إزاي أنا ببدأ أبيع عملية أو أخزن السلعة ووصلها للمستهلك ده كده يبقى خلصنا الجزء الأول بتاع التوزيع المادي ونبدأ في الجزء الثاني اللي هو قنوات التوزيع إيه هي قنوات التوزيع؟ وإزاي بوزع السلعة ومن الواسطة اللي بين يا ما بين المستهلك كل اللي أنا عرفه في موضوع قنوات التوزيع إيه المقصود بقنوات التوزيع؟ قلنا مع بعض قنوات التوزيع هي مجموعة من الأفراد أو المنظمات يبقى قنوات التوزيع دي مجموعة من الأفراد أو المنظمات بمعنى إيه أنا كشخص وإنت كشخص وإنت كشخص مجموعة مع بعض يبقى مجموعة أفراد أو هيئات مؤسسات المؤسسات والأفراد دول بيعملوا إيه؟ المؤسسات والأفراد دول بيقوموا بتوجيه السلع بيقوموا بعملية توجيه السلع بتعمل حصل عملية انسياب السلع السلع والخدمات من مين لمين من المنتج للمستهلك يعني بياخد السلع من مكانها ينهو من المنتج اللي أنتاجها عشان يوصلها للمستهلك في وسيط بني الوسيط ده ممكن يكون أفراد أو منظمات يبقى قنوات التوزيع مجموعة من أفراد ومنظمات التي توجه انسياب السلع والخدمات من مين لمين من المنتج للمستهلك لو بصينا كده على التعريف بقنوات التوزيع هي مجموعة من الافراد والمنظمات التي تواجه انسياب السلع والخدمات من المنتج للمستهلك ودي بتجيلي على طول في اسئلة اكمل يقول للتوزيع المادي قنوات التوزيع مجموعة من الافراد والمنظمات اللي تواجه نقط اقول له انسياب نقط ونقط السلع والخدمات من نقط الى نقط من المنتج الى المستهلك طب قنوات التوزيع دي او قناة التوزيع دي ليها وظائف ايه وظائف قنوات التوزيع قلنا وظائف قنوات التوزيع فيه عند ست وظائف عليهم ايه خمس وظائف اول وظيفة من وظائف قنوات التوزيع تجزئة كميات السلع الى كميات ازهار بمعنى ايه انا كمونتج او انا كمصنع بطلع السلع بكميات تبيرة فبيجي الشخص اللي بيوزع للسلع اللي هو بيوزع بيعمل عملية ايه بياخد السلع دي يجزقها الكميات أزر. يبقى تجزية كمية السلع إلى كميات أزر. تجميع العديد من السلع والخدمات بيجمع مجموعة من السلع والخدمات بيقوم بعملية النقل والتخزين بيقدم خدمات الاقتمان. هو خدمات الاقتمان اللي هو ممكن يبيع بالآجل اللي هو البيع بالآجل بعد كده خمسة تحمل المخاطر النتيجة عن تغير الأسعار بمعنى ان الشخص ده اللي بيوزع للسلع وبيتحمل اي نتيجة تحصل او اي خطر يحصل خدت السلع تمنها نزل انا اللي بتحمل المخاطر بتاعتها تقديم الخدمات لتجار التجزيع والمستهلكين وقمنا الخدمات اللي بتقدم لتجار التجزيع والمستهلكين زي الصيانة والاصلاح الضمان اللي قلنا عليه يبقى وظيفة قنوات التوزيع اول حاجة بجزق السلع لكميات أزر بجمع العديد من السلع والخدمات بقوم بعملية نقل وتخزين بقدم خدمات الاقتمان تحمل المخاطر النتيجة عن تغير الأسعار تقديم الخدمات لتجار التجزيع والمستهلكين مثل الصيانة والاصلاح طب عشان انا اوزع منتجات الشركة دي للعملاء قال لي عشان اوزع منتجات الشركة للعملاء ده بيتطلب ايه بقى يتطلب منه عشان انا كشخص سابدأ اقوم بعملية توزيع المنتج بتاعي للعمل اختيار افضل الطرق وقنوات التوزيع اختار افضل طريقة للتوزيع اختيار افضل منافذ التوزيع وضع سياسات التوزيع المناسبة لطبيعة المنتج ضمان السمرار توفير المنتجات وسرعة نقلها واجماع قال لك بيطلق على مجموعة الوسطاء اللي هي قنوات التوزيع اللي هما الوسطاء يبقى عشان انا اوزع المنتجات بتاعتي او منتجات الشركة بتاعتي العميل لازم انا اختار طريقة مناسبة اختار منافذ توزيع مناسبة اختار سياسة توزيع مناسبة بعد كده بيقول لي سؤال مهم او من الاسئلة النظم الاساسية لقنوات التوزيع احنا قلنا مع بعض قنوات التوزيع اللي هي مين اللي هي الوسطاء طب انا دلوقتي كمنتج معي المنتج بتاعي وعايز اوصله للمستهلك هنقول مع بعض كده توزيع بيتم سياسات التوزيع فيه عند نوعين من التوزيع نتفي في الاول ان فيه توزيع اسمه توزيع مباشر وتوزيع غير مباشر يبقى التوزيع كم حاجة اتنين اما توزيع ايه و ايه مباشر او غير مباشر طب ايه الاختلاف بين التوزيع المباشر والتوزيع الغير مباشر أنا دلوقتي معايا المنتج ده في إيدي فالمنتج ده عاجة أديل ساعدتك على طول مني ليك ما فيش وسيط يبقى اسمه توزيع مباشر طبعا لما المنتج بتاعنا أديه لوكيل والوكيل يوح مديه الجملة والجملة يديلتك زئة يبقى أصبح كده توزيع غير مباشر دخلت وسيط بين ما بينك يبقى اسمه كده توزيع مباشر يبقى التوزيع الغير مباشر هو توزيع بدون وسطاء ما فيش وسيط مني ليك على طول أما التوزيع المباشر هو توزيع باستخدام وسطاء طب ما هي النظم الأساسية لقنوات التوزيع قلنا النظم الأساسية لقنوات التوزيع في عندي خمس نظم الخمس نظم دول أول نظام اسمه نظام التوزيع المباشر يبقى أول نظام عندي اسمه نظام التوزيع المباشر طب نظام التوزيع المباشر ده من مين لمين من المنتج للمستهلك على طول ما فيش عندنا وسيط يبقى اسمه نظام توزيع مباشر من المنتج للمستهلك بدون وسيط طب الانظمة التانية اللي اربعها ايه الانظمة التانية عبدأ دخل بقى وسيط يبقى الانظمة اللي باقي اللي بعد كده الاربع انظمة التانية اسموه من نظام توزيع مباشر ازاي اول حاجة قال لي التوزيع عن طريق تاجر الجملة والتوزيع عن طريق تاجر التجزئة ازاي الكلام ده قلت اول حاجة التوزيع عن طريق التاجر التجزئة بتكون ازاي من المنتج المنتج يدي التجزئة التجزئة يدي المستهلك يبقى انا دخلت الوسيط في النص ما بين المنتج وما بين المستهلك اللي هو مين تجر التجزئة اجي نظام تاني اللي هو النظام التالت من المنتج لتجر الجملة للمستهلك يبقى انا شلت التجزئة وحطت تجر الجملة بعد كده نظام تاني من المنتج للجملة للتجزئة للمستهلك بعد كده بدخل الوكيل حلقة وصل يبقى من المنتج للوكيل للجملة للتجزئة للمستهلك يبقى لنظم الأساسية لقنوات التوزيع كم نظام عندنا قلنا خمس نظم أساسية لقنوات التوزيع أول نظام اسمه نظام توزيع مباشر من المنتج للمستهلك على طول الأربع نظم الثانيين دي نظم توزيع غير مباشر نظم توزيع غير مباشر بدخل فيهم وسيط أول حاجة بتكون عن طريق تاجر تجزئة يبقى منتج تجزئة مستهلك بشيل التجزئة ودخل جملة يبقى منتج جملة مشترئة ومستهلك بدخل جملة والتجزئة مع بعض يبقى منتج تجر جملة تجر تجزئة مستهلك بدخل الوكيل معاهم يبقى منتج وكيل جملة تجزئة مستهلك لو بصنا كده عليها هنا مع بعض هنلاقي النظم الأساسية لقنوات التوزيع وقلنا قنوات التوزيع اللي هما الوسطاء النظام الأول التوزيع المباشر اللي قلنا عليه أول نظام عندي اسمه نظام توزيع مباشر من من لمن من المنتج للمستهلك نظام التوزيع عن طريق منشاة التجزيئة يبقى هنا عن طريق منشاة أيه التجزيئة هيبقى فيه وسيطة هؤلاء هو التجزئة يبقى من المنتج للتجزئة للمستهلك وقال للنظام ده فيه ميزة اللي هو يتوح للمنتجين فرصة الرقاب على السوق أما عيبه ارتفاع نفقات التوزيع يبقى هنا خط نظامين نظام توزيع مباشر ونظام عن طريق منشآت التجزئة النظام التالت التوزيع عن طريق منشآت الجملة هيبقى منتج تاجر جملة المشتري أو المستهلك النظام الرابع التوزيع عن طريق منشآت الجملة والتجزئة مع بعض هيبقى برضو لازم أبدأ بص على طول ببدأ بالمنتج وانهي بالمستهلك يبقى البداية بتاعتي بتكون بداية بالمنتج والنهاية بتكون بالمستهلك يبقى ببدأ بالمنتج هدخل وسيط جملة هدخل وسيط تجزئة وبعد كده المستهلك قال لي وهذا النظام شائع في توزيع سلع الاستقراب اللي احنا اخدناها في الحلقة الفاتت وقالنا لنا بجيبها من أقرب مكان وبيكون فيها هامشة الربحة منخفض جدا النظام الخامس اضافة حلقة الوكلاء وهي من مين بقى من المنتج للوكيل لتاجر الجملة لتاجر التجزئة للمستهلك ده النظام الخامس يبقى أنا عشان ما تلخبطش فيهم على طول الخمس أنظمة اللي عندي ببدأ بالمنتج وانهي بالمستهلك أول نظام ما فيش وسيط يبقى منتج مستهلك على طول النظام الثاني أدخل وسيط اللي هو تاجر التجزئة يبقى أنا حطيت ما بين المنتج والمستهلك التجزئة النظام الثالث شلت التجزئة وحطيت الجملة بقى منتج جملة تجزئة النظام اللي بعده دخلت الاثنين مع بعض الجملة والتجزئة بقى منتج جملة تجزئة مستهلك النظام الخامس زودت عليهم الوكيل بقى منتج وكيل جملة تجزئة مستهلك وده الانظمة الاساسية لقنوات التوزيع او للوسطاء عشان احنا متفقين مع بعض ان قنوات التوزيع يقصد بها الوسطاء في سؤال تاني بيقول لي ما هي اشكال استخدام الوسطاء التجاريين الوسطاء التجاريين اشكالهم ايه قلت فيه تلات نظم او تلات حاجات عندي اشكال للتوزيع نقولهم مع بعض كده ونفهمهم ببساطة قوي فيه التوزيع الكسيف والتوزيع الانتقائي والتوزيع الوحيد يبقى اشكال التوزيع كم حاجة تلاتة توزيع كسيف توزيع انتقائي توزيع وحيد يعني ايه توزيع كسيف وتوزيع انتقائي وتوزيع وحيد انا دلوقت اما اكون المنتج صاحب المصنع ومعايا المنتجات فاطلع كل منتجاتي وانزل بها في كل منطقة في الجمهورية انزل قهارة وانزل اسكندرية وانزل منطقة هنا وانزل هنا وانزل هنا واملأ السوق كله بالمنتج بتاعي يبقى اسمه توزيع كسيف بتعامل مع عدد كبير من الوزعين بدل دا وبدل دا وبدل دا يبقى اسمه توزيع كسيف هي التعامل مع عدد كبير من الموزعين لا انا عنزب المنتج بتاعي وابدأ اختار ناس معينة والله خد انت المنتج بتاعي وانت في المكان ده خد المنتج بتاعي وانت خد المنتج بتاعي يبقى انا عملت عملية توزيع انتقائي التعامل مع عدد محدود من الموزعين ما سيبتش بقى المنتج مع اي حد لا إذا في توزيع تاني اللي أنا أجيب موزع واحد بس أقول له تفضل خد المنتج بتاعي نتوزعه يبقى اسمه التوزيع الوحيد هو التعامل مع موزع واحد فقط يبقى أشكال استخدام الوسطاء التجاريين في التوزيع فيه تلاتة توزيع كسيف توزيع انتقائي توزيع وحيد نبص كده عليها مع بعض هنا أشكال استخدام الوسطاء التجاريين في توزيع المنتجات أول شكل عندي وهو التوزيع الكسيف يعني ايه التوزيع الكسيف؟ قلنا التعامل مع عدد كبير من الموزعين في كل منطقة بيعية بتعمل مع عدد كبير مش موزع واحد بس بنزل في كل المناطق وادل دا وادل دا وادل دا نين التوزيع الانتقائي يعتمد على عدد محدود من الموزعين بقوله في المنطقة البيعية بختار عدد معين أبدأ أتعامل معاه طب التوزيع الوحيد يعتمد على موزع واحد يقوم بتوزيع كافة منتجاته يبقى انا كده اصبح عندي ده اسمها اشكال استخدام الوسطاء التبريعين في توزيع المنتجات ممكن اي واحدة فيهم تجي لمصطلح علمي اكون فاهم عدد كبير من الموزعين ده كسيف عدد محدود ده انتقائي موزع واحد من اسمها ده توزيع وحيد بعد كده بيقول لي ما هي العوامل التي تؤثر على سلوكيات اعضاء قناة التوزيع ايه اللي بيأثر على سلوكيات اعضاء قناة التوزيع قلت اول عامل في عوامل مرتبطة بالسوق وعوامل مرتبطة بالوسيط نبص اول عامل العوامل المرتبطة بالسوق ومن اهم هذه العوامل نوع السوق طبعا اكيد نوع السوق يفرم معايا عدد العملاء المرتقبين والعمل المرتقب اللي هو العامل المنتظر او المتوقع ياخد من السلعة التوزيع الجرافي للعملاء في السوق حجم الشراء من قبل العملاء يبقى دي عوامل مرتبطة بالسوق اللي هما اربع عوامل نوع السوق عدد العملاء المرتقبين التوزيع الجرافي للعمل في السوق حجم الشراء من قبل العملاء طيب ما هي العوامل المرتبطة بالوسيط قال لك العوامل المرتبطة بالوسيط هي الخدمات التسويقية ومدى توافر الوسيط الجديد يبقى نخلي بالنا اللي ممكن ييجي في الامتحان يقول لي نوع السوق من ضمن العامل المرتبطة بالسوق ولا بالوسيط طبعا هي نوع السوق مفهومة اللي هي بالسوق إنما لو قال لي التركيز الجرافي للعملاء يبقى برضه بالسوق قال لي مدى توافر الوسيط الجديد يبقى دي عامل مرتبطة بالوسيط العامل الثالث هي العوامل المرتبطة بالمنتج المراد توزيعه العوامل المرتبطة بالمنتج قيمة الوحدة من المنتج ارتباط السلع أو الخدمة بمنتجها الخصائص الفنية للمنتج في عوامل مرتبطة بالشركة نفسها وتشمل كم ونوع الرقابة على منافذ التوزيع والخدمات التروجية التي يمكن أن تقدمها الشركة يبقى دي كانت سلوكيات اللي هي والسؤال بيقول لي العوامل التي تؤثر على سلوكيات أعضاء قناة التوزيع عوامل مرتبطة بالسوق وعوامل مرتبطة بالوسيط وعوامل مرتبطة بالمنتج وعوامل مرتبطة بالشركة نفسها وكل عامل لبعض العوامل اللي بتأثر فيه بعد كده ما هي نظم التسويق المرتبطة بقناة التوزيع والسؤال ده طبعا ضمن الأسئلة المهمة يقول لي ما هي نظم التسويق المرتبطة بقناة التوزيع نظام التسويق المرتبطة بقناة التوزيع في عندنا اربع نظام يبقى نظام التسويق المرتبطة بقناة التوزيع كم نظام؟ اربع نظام النظام الاول نظام التسويق الرأسي التقليدي طب النظام التاني هو هو نظام التسويق الرأسي بس المتكامل مش تقليدي يبقى اول نظام نظام التسويق الرأسي التقليدي طب التاني نظام التسويق الرأسي المتكامل النظام التسويق الأفقي النظام التسويق المختلط النظام المرتبطة بقناة التوزيع كم نظام؟ أربعة طب يعني إيه كلمة نظام التسويق الرأس التقليدي قال لنظام التسويق الرأس التقليدي ده النظام التقليدي أن المنتج عندي بيكون فيه يعتمد على وجود منتج وتجار جملة وتجار تجزئة لغاية ما وصل السلعة للمستهلك طب نظام التسويق رأس المتكامل اللي فيه منتج وجملة وتجزئة ومستهلك الله ده زي الاول قلتلك لا هنا مش زي الاول ولكن يعملونك حلقات متكاملة بيكملوا بعض يبقى الاولاني نظام تقليدي فيه عندي منتج هيدي السلع الوكيل فيه وكيل يديها الجملة فيه جملة يخد يدي للتجزئة التجزئة يدي المستهلك وكذا بتتمي بقى ده النظام التقليدي اما المتكامل نفس الكلام منتج وكيل جملة تجزئة مستهلك ولكن يعملونك حلقات ايه متكاملة لو بصينا كده عليها هنا هنلاقي نظم التسويق المرتبطة بقناة التوزيع اول نظام عندي نظام التسويق الرأسي التقليدي اللي يعتمد على وجود منتج ماشي وتاجر جملة وبعدين وتاجر تجزئة طب والتلاتة دول بيعملوا ايه التي تتولى تحويل السلعة الى المستهلك ده نظام تقليدي فيه منتج وفيه تاجر جملة وفيه تجزئة دول بيحولوا السلعة للمستهلك وفيها يستقل المنتج يستقل المنتج عن تاجر الجملة وعن تاجر التجزئة طب نظام التسويق الرأسي المتكامل ايه نظام التسويق الرأسي المتكامل يتكون ايضا من منتجين وتاجر جملة وتاجر تجزئة ولكن ايه ولكن يعملون كحلقات متكاملة في نظام واحد يبقى هنا بيعتمدوا على النويد منتج وجملة وتجزئة دول بيحولوا السلعة للمستهلك على طول اما هنا منتج وجملة وتجزئة ولكن يعملون كحلقات متكاملة النظام التالت اللي هو نظام التسويق الأفقي وقال لنظام التسويق الأفقي ده بيكون من خلال هذا النظام بتشرك فيه شركتين او اكثر في نفس المستوى التوزيعي يبقى الأفقي ده بيشرك عندي شركتين او ثلاثة او اربعة مع بعض قلنا اتنين او اكتر في نفس المستوى التوزيعي طب نظام التسويق المختلطة قال لي ده تعتمد على نظام التوزيع متعددة القنوات والوصول الى قطاعات العملاء بحاول انا اشوف كذا نظام للتوزيع عشان اوصل لأكبر قطاع من العملاء يبقى نظم التسويق المرتبطة بقناة التوزيع قلنا كام نظام اربع انظمة نظام تسويق رأسي تقليدي ونظام تسويق رأسي متكامل ونظام تسويق الافقي والمختلطة لو حبينا كده الاربع مع بعض افكركم بيانجابك مسؤال مصطلح علمي تلك اكتب المصطلح المقابل لكل من واحد وجود منتج وجملة وتجزئة ولكن يعملونك حلقات متكاملة او لما لايقى يعملونك حلقات متكاملة يبقى اقول له نظام التسويق الرأسي المتكامل طب هي اشتراك شركتين او اكتر في النظام التوزيع شركتين او اكتر بتشيركوا مع بعض يبقى ده النظام الافقي يبقى ممكن تجيلي اي مصطلح منهم اكون فاهم المصطلح بتاعها بتيجي ازاي او لو قال لي ما هي نظم التسويق المرتبطة بقناة التوزيع بعد كده نبص كده على نقطة تانية ما هي القرارات المختلفة لتصميم قنوات التوزيع انا عايز اشوف ابدأ اصميم قنوات التوزيع اللي يتم ذلك من خلال القرارات التالية اللي انا لازم اختار نوع منفذ التوزيع اللي ايوزع للسلعة هل ده تجر جملة ولا تجزئة ولا وكيل اختار اللي ايوزع للسلعة المنفذ اللي ايوزعه لي على حسب انا كمنتج ممكن ندي سلعة بتاعة المحل جملة ممكن ننزلها لتجزئة ممكن ندي الوكيل بحدد درجة شمول التوزيع هل التوزيع شامل او منتقائي ام وحيد يعني ايه توزيع شامل اللي انا ببدأ اتعامل مع عدد كبير من الموزعين او بتعامل مع عدد محدود من الموزعين ولا بتعامل مع موزع واحد فدي اسمها درجة شمول التوزيع اللي انا بختار التوزيع بتاعي الزعي يبقى انا ام اجأ اصمم قناة للتوزيع لابد اختار منفذ التوزيع بتاعي يطرع اتعامل مع عدد جملة ولا تجزئة ولا وكيل واشوف درجة شمول بتاعتي هل توزيع شامل او توزيع انتقائي ولا توزيع وحيد بعد كده بيقول لي ما هي العوامل التي تحدد تصميم قواهات التوزيع العوامل اللي بتحددني بعد ما خدت الكرار بتاعي وشفت نفسي هتعامل مع جملة ولا هتعامل مع تجزئة ولا هتعامل مع وكيل وبعد ما أنا شفت نفسي أبدأ أعمل عملية توزيع شامل يعني أوزع توزيع كسيف ولا توزيع انتقائي ولا توزيع وحيد أبدأ أشوف بقى أحدد تصميم القنوات دي من خلال عوامل وهي خصائص السوق بتاعتي توافر الوسطاء المطلوبين هل وسط المطلوب عندي موجود طرق التوزيع لدى المنافسين المنافس بتاعي بيوزع إزاي ويبدأ أشوف الطرق بيوزع بيها الخصائص البيئية يبقى دي العوامل اللي بتحدد تصميم قنوات التوزيع أربع عوامل وهي خصائص السوق توافر الوسطاء طرق التوزيع لدى المنافسين والخصائص البيئية ده اللي هو جزء قنوات التوزيع يبقى لو فكرنا كده وافتكرنا مع بعض قنوات التوزيع قبل ما ننتقل على مجموعة أسئلة ونحلها على الجزء ده نشوف مع بعض قنوات التوزيع قلنا المقصود بقنوات التوزيع إيه هي قنوات التوزيع قلنا قنوات التوزيع هي مجموعة من الأفراد والمنظمات التي تواجه انسياب السلع والخدمات من من لمن من المنتج للمستهلك خدنا وظيفة قنوات التوزيع قلنا لأنا بجزء السلع لكميات أزهر بقوم بعملية النقل والتخزين بتحمل المخاطر بقى أبدأ أعمل عملية الاقتمان وإلى جانب ببدأ أشوف عندي فيه أشكال استخدام الوسطاء التجاريين قلنا ثلاث أشكال ضمن أشكال استخدام الوسطاء التجاريين قلنا فيه التوزيع الكسيف والتوزيع الانتقائي والتوزيع الوحيد وقلنا فيه سؤال مهم قوي اللي هي العوامل المرتبطة بالنظام التسويقي قلنا فيه التوزيع الكسيف والتوزيع الانتقائي والتوزيع الوحيد نتكلمنا عنهم بطرق الأشكال بعد كده خدنا النظم الأساسية للتوزيع خدنا خمس نظم للتوزيع قلنا من المنتج للمستهلك ده توزيع مباشر وبعدها قلنا من المنتج لتجار التجزئة ومن المنتج للجملة للمستهلك والمنتج جملة تجزئة مستهلك والمنتج الوكيل الجملة التجزيع المستهلك وبعد كده خدنا نظام التسويق المرتبطة بقنوات التوزيع قلنا فيه أول نظام نظام التسويق الرأسي التقليدي والمتكامل والأفقي والمختلطة وبعد كده خدنا العوامل والكرارات الخاصة باختيار قنوات التوزيع نبص كده مجموعة أسئلة مع بعض نحاول نشوفها ونشوف نحلها إزاي مع بعض على الجزء اللي احنا خدناه أول سؤال ممكن يجيلي بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ السؤال الأول وظيفة قناة التوزيع تتمثل في تجزئة السلع إلى كميات أزغر آه الجملة صحة كده بس قال لي فقط فقط تبقى الجملة غلط ليه؟ لأنها منها آه تجزئة السلع إلى كميات أزغر بس مش فقط لأنه في حاجات تانية النقل والتخزين وتحمل المخاطع يبقى أول سؤال غلط اثنين من أشكال توزيع المنتجات في الأسواء التوزيع الانتقائي فقط نفس الكلام قال لي من أشكال توزيع المنتجات هو التوزيع الانتقائي فقط أقول له غلط لأنه فيه توزيع كسيف وفيه توزيع وحيد ثلاثة تعد العوامل المؤثرة على سلوكيات أعضاء قناة التوزيع في تلك العوامل المرتبطة بالسوق فقط نفس الكلام برضو لأ العوامل المؤثرة على سلوكيات أعضاء قناة التوزيع عوامل مرتبطة بالسوق وبالوسيط وبالمنتج وبالشركة نفسها يبقى الجملة غلط أربعة النقل والتخزين يعني قيام العديد من الوسطاء نيابة عن المنتجين بتقديم خدمات ما بعد البيع طبعا الجملة غلط ده مش النقل والتخزين ده تحمل المخاطر اللي هي ببدأ أقوم بعملية الصيانة والإصلاح يبقى الجملة الرابعة غلط خمسة يمكن أن يسلك أعضاء قناة التوزيع من خلال نظام التسويق الرأس التقليدي طبعا الجملة صح لأنه قال لي هنا هو يمكن أن يسلك أعضاء قناة التوزيع من خلال نظام التسويق الرأس التقليدي طبعا صح نظام تسويق الرأس التقليدي ونظام تسويق الرأسي متكامل ونظام أفقي ونظام مختلط إنما لو قال لي فقط كانت الجملة تبقى غلط فهنا العبارة صحيحة ستة الحد الأقصى للمخزون الحد الأقصى للمخزون يحسب بإضافة الاحتياجات خلال فترة أعادة الطلب إلى مقدار الحد الأدنى للمخزون العبارة صحيحة لأن الحد الأدنى للمخزون بحسبه بإضافة الاحتياجات خلال فترة أعادة الطلب إلى مقدار الحد الأدنى للمخزون سبعة التوزيع الانتقائي هو التعامل مع عدد كبير من الموزعين طبعا دي قلناها وشبعنا منها التوزيع الانتقائي هو التعامل مع عدد كبير الجملة غلط لان ده التوزيع الكسيف اما التوزيع الانتقاية والتعامل مع عدد محدود من الموزعين سؤال تاني بيقول لي اكمل ما يلي يقصد بقناة التوزيع هي مجموعة من الافراد والمنظمات التي تواجه انسياب نقط ونقط يقولنا السلع والخدمات من من لمن تمام برفع عليكم من المنتج للمستهلك اتنين من وظائف قناة التوزيع تجزئة السلع الى كميات نقط اه احنا فيه عندنا وظيفة القنوات التوزيع اللي هي بتجزأ السلع لكميات اصغر يبقى بجزأ السلع لكميات اصغر اقولنا بنجيب السلع بكميات كبيرة وابدأ اجزأها وعمل لها عملية تعبئة وتغليف يبقى تجزئ السلع لكميات اصغر بعد كده يتحمل معظم الوسطاء العديد من المخاطر ان يجمع عن تغير الاسعار عن تغير الاسعار او عدم بيع السلع المشتران يابن عن المنتجين يابن عن المنتجين خمسة الاخطار اللي تتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون اه احنا قلنا فيه اخطار تتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون طب يطر المخزون لو زياد ايه الاخطار اللي هتحصل قلنا رأس مال عاطل هنا هتبقى رأس مال عاطل خمسة من أشكال استخدام الوسطاء الطبعيين نقول كده ثلاث أشكال فكروا فيها ثواني من أشكال استخدام الوسطاء الطبعيين تمام التوزيع الكسيف والتوزيع الانتقائي والتوزيع الوحيد ستة التوزيع المباشر من نقط إلى نقط يطار التوزيع المباشر من من لمن تمام قلنا التوزيع المباشر من المنتج إلى المستهلك ما فيش وسيطة هو من المنتج المستهلك على طول بعدها سبعة نظام التسويق نقط أنه نظام تسويق هو وجود منتج تمام وجملة وتجزئة ولكن يعملون كحلقات متكملة أنه نظام فيهم اللي هو بيكون عندي منتج وجملة وتجزئة ولكن يعملون كحلقات متكملة ده نظام التسويق الرأسي المتكامل قلت لما يلاقيهم منتج وجملة وتجزئة ويعملونها حلقات متكملة يبقى ده نظام التسويق الرأسي المتكامل تمانية نظم التسويق المرتبطة بقناة التوزيع في عندنا أربع نظم للتسويق مرتبطة بقناة التوزيع هنفكر فيهم كده بسرعة ونقولهم نظم التسويق المرتبطة بقناة التسويق قلنا مع بعض أول نظام نظام التسويق الرأسي التقليدي ونظام التسويق الرأسي المتكامل ونظام التسويق الأفقي ونظام التسويق المختلط ده من ضمن أسئلة أكمل اللي ممكن يجيبها لي طب نشوف نوعية تانية هنا بيجيب لي سؤالي يقول لي اكتب المصطلح المقابل للجمل الآتية ده مصطلح علمي عايز مني أكتب المصطلح المقابل للجمل الآتية أول مصطلح بيقول لي واحد هو مجموعة من الأفراد والمنظمات التي تواجه انسياب السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك ايه هي مجموعة الأفراد والمنظمات اللي بتوجه انسياب السلع ده على طول أقول له قنوات التوزيع قنوات التوزيع بصي خدتها في شكل سؤال أكمل ممكن جاتلي في شكل تاني وهو مصطلح علمي اتنين يعتمد المنتج على موزع واحد يقوم بتوزيع كافة منتجاته أما لك منتج أختار موزع واحد بيوزع لكافة منتجاته ده إيه اسمه فعلا نرفع عليكم التوزيع الوحيد طب ثلاثة يتحمل معظم الوسطاء العديد من المخاطر الناجمة عن تغير الأسعار دي اسمها تحمل المخاطر واخدينها في سؤال قبل كده في أكمل أربعة يعتمد على عدد محدود من الموزعين في المنطقة البيعية هنا بعتمد على عدد محدود في المنطقة البيعية ده اسمه نظام التوزيع الانتقائي طب خمسة توزيع من المنتج إلى تاجر الجملة إلى المشتري توزيع من المنتج إلى تاجر الجملة إلى المشتري أقول له كده ده توزيع مباشر أو أقول له التوزيع عن طريق تاجر الجملة ده توزيع عن طريق تاجر الجملة رقم ستة تشترك شركتين او اكتر في المستوى التوزيعي احنا قلنا كده قصة قبل كده ما يشترك فيها شركتين او اكتر ايه اللي بيشترك فيها شركتين او اكتر في المستوى التوزيعي قلنا مع بعض اللي بيشترك فيها شركتين او اكتر في المستوى التوزيعي قلنا على طول ده نظام التسويق الافقي احنا قلنا فيه رأسي تقليدي ومتكامل في افقي الأفقي ونتشرك شركتين أو أكثر في المستوى التوزيعي طب له أثر هام على عملية التخزين وعلى حركة السلع إيه اللي ليه أثر هام على عملية التخزين وعلى حركة السلع ده مزبوط كده التنظيم الداخلي للمخازن التنظيم الداخلي للمخازن بيكون لها أثر هام على عملية التخزين وعلى حركة السلع تمانية التعامل مع عدد كبير من الموزعين ايه اللي بتعامل فيه مع عدد كبير من الموزعين هو التوزيع الكسيف يبقى هنا عندي ده اصبح التوزيع الكسيف كده خدنا نوعية اسئلة ما بين اسئلة صح وغلط واسئلة اكمل واسئلة مصطلح علمي الحلقة اللي فاتت خدنا فيها جزء التوزيع المادي وتكلمنا على التوزيع المادي والحلقة دي تكلمنا على قنوات التوزيع طب ما تيجي كده نربط الحلقة اللي فاتت بالحلقة دي بنموذج بسيط مع بعض وانتو اربعا شوية اسئلة وتجوابوها والحصة الجاي جوابها لكم ونشوف احنا مادة استفادتنا ايه من انظام التوزيع المادي وقنوات التوزيع وطلعنا بايه فيهم ونحاول نحل النموذج البسيط ده اللي هو امتحان بسيط عندنا نموذج امتحان نبص عليه ده طبعا نقل لكم الاسئلة واسبكم تفكروا فيه وتشوفوا الحلقة اللي فاتتوا الحلقة دي وتجاوبوه وان شاء الله في الحلقة الجاية في بداية الحلقة نجاوبوا مع بعض ونشوف اجابتنا واستفادتنا ايه السؤال الاول بيقول لي يمكن استخدام نقط في انشاء نوع من المخازن الاوتوماتيكية يمكن استخدام نقط في إنشاء نوع من المخازن الأوتوماتيكية اثنين يتميز النقل نقط بالسرعة الفائقة وارتفاع تكلفته يتميز النقل نقط بالسرعة الفائقة وارتفاع تكلفته ثلاثة طرق صرف المخزون للوسطاء وطرق صرف المخزون أحياناً بيقول عليها سؤال يقول ما هي طرق تسعير البضاعة يبقى حتى لما نيجي نذكرها مع بعض يقول لي طرق صرف المخزون اللي هي تسعير البضاعة تيجي أو دي أو دي يبقى الإجابة بتاعتنا واحدة نقط ونقط ونقط السؤال الثاني ما هي نتائج عدم مراقبة المخزون سؤال مقالي بيقول لي ما هي نتائج عدم مراقبة المخزون اللي احنا كلمنا فيها في حلقة النهاردة أقول له إيه بقى النتائج إيه وإيه اثنين أذكر النظم الأساسية لقنوات التوزيع نتكلم على النظم الأساسية لقنوات التوزيع ثلاثة ما هي أنماط النقل ما هي أنماط النقل نقول قبل كده ممكن أنماط النقل يقول ما هي وسائل أو أنماط هي هي الإجابة بتكون واحدة أنماط النقل أو وسائل النقل يبقى هنا في سؤالين عندي بساطةهم سؤال أكمل أبدأ أجاوبه وسؤال تاني مقال أبدأ أتكلم على كل نقطة فيه سؤال تالت برضو من ضمن نموذج الامتحان اللي احنا نجاوبه على الحلقة الفات والحلقة دي السؤال الأول بيقول لي ضع علامة صحة أو غلط من العوامل المرتبطة بالسوق من العوامل المرتبطة بالسوق الخدمات التسوقية اتنين أنشطة التوزيع المادي اتنين أنشطة التوزيع المادي المحولات والأوناش وعربيات النقل يبقى أنشطة التوزيع المادي المحولات والأوناش وعربيات النقل سؤال تالت هامش الربح منخفض جدا في سلع التسوق اربعة يؤثر موقع المخازن وترتيبه من الداخل على كفاءة عملية التخزين خمسة مخازن التوزيع لتحقيق التوازن بين الطلب على السلع وحجم الانتاج ستة التوزيع الوحيد يعتمد على عدد كبير من الموزعين سبعة من طرق تسعير البضعة طريقة الوارد اولا صادر اولا تمانية الأخطار التي تعرض لها المنشاة نطيرة نقص المخزون رأس مال عاطل يبقى ده سؤال تالت من ضمن النموذج اللي احنا هنجاوبه مع بعض اه وتمنى كده اللي انتو قل نموذج ده تلات اسئلة تلات اسئلة بساطة سؤال اكمل سؤال مقال سؤال صح وغلط بس واحنا بنجاوب صح وغلط جاوبوا مع التعليل يعني انت العرف صح اقول السبب غلط السبب فانت جاوبوا مع التعليل بحيث احنا الحلقة الجاية ان شاء الله تعمل مراجعة انت على الحلقتين دول حلقة الجاية في بداية الحلقة ابدأ احل معاكم النموذج بتاع الانتحان ده ونشوف انت مدى استعبنا ايه ودي اسئلة ان شاء الله تبقى اسئلة انتحانات ونبدأ ناخد الجزء اللي باقي بتاعنا وبكده يبقى احنا انت نهار ده انتهينا من الحلقة بتاعتنا واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته